طب احنا الحلقة اللي فاتت زي ما انا وضحت في البداية اتكلمنا عن السكر واتكلمنا عن مشاكل السكر بشكل عام وطبعا كنا هنتكلم عن الضغط وعلاقته بالسكر تمام؟ ما قدرناش طبعا الوقت ما سعناش ان احنا نكمل فعايزين نعرف ايه علاقة السكر بالضغط هو الضغط والسكر بيمسي له جزء يعني السكر من النوع الثاني خصوصا والضغط بيمسي له جزء من متلازمة التمثيل الغذائي دي بيكون فيها السمنة المفرطة وامراض القلب والوقعات الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني وكل من السكر والضغط بيزيد من عوامل خطورة المرض الثاني وكل واحد منهم برضو بيزيد من مضاعفات المرض الثاني يعني هو بيزيد من عوامل خطورة المرض الآخر كل منهم يعني كل واحد بيأثر على التاني بيأثر على التاني لكن في بعض الأوقات السكر ممكن يجيب الضغط لعدة أسباب ممكن السكر من ضمن المضاعفات بعيدة المدى بتاعته يحصل فيه اعتلال في الكلة فالمريض يدخل مني في ارتفاع في ضغط الدم أو ممكن المريض ده يحصل عنده تصلب شرائين يحصل طلب في الأوعات الدموية يحصل تصلب شرائين ده بسبب السكر ثم بعد ذلك يجيب لك ضغطي بقى يجي الضغطي بعد كده يبقى الضغط من مضاعفات السكر ممكن المريض يكون بياخد إنسولين والإنسولين معروف إنه هو مسؤول إنه بيدخل الجلوكوز والبوتسيوم إلى داخل الخلايا فلما يدخل البوتسيوم إلى داخل الخلايا هيزيد السودين بره فلما يزيد السودين هيحصل حاجة اسمها salt and water retention هيحصل احتباس ميا وملح في الجسم فلما يحصل الاحتباس ده هيرفع معايا معدل الضغط فالضغط يبقى مرتفع ممكن المريض يكون بيكمل متلازمة التمثيل الغذائي يكون هو عنده سمنة وجعله سكر من النوع الثاني فبالتالي هيدخل معايا في الضغط وأمراض القلب والأمراض الدموية ممكن يكون المريض سكر ثانوي زي مثلا اللي بيجي نتيجة المرض آخر زي مرض تضخم الأطراف اللي بيكون فيه زيادة في هرمون النمو فبيحصل معاه ضغط وبيحصل معاه سكر لو مريض مثلا زيادة في إفراز اللي بيحصل خلل في إفراز هرمون الكورتزون زيادة في إفراز هرمون الكورتزون فيحصل معاها سكر ويحصل معاها ضغط يعني الاتنين ممكن يقصوا على بعض وتحديدا السكر ممكن هو اللي يجيب الضغط بشكل أكبر عشان العوامل اللي حضرتك ذكرت طوح طيب